كشفت بيانات للبنك المركزي المصري اتساع عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال شهر مارس الماضي بنحو مليار واربعمائة وسبعين مليون دولار ليتجاوز 24 مليار واربعمائة وستين مليون دولار مقابل نحو 23 مليار دولار في فبراير الماضي وبنسبة زيادة بلغت بنحو 16% ويمثل صافي الأصول الأجنبية الفارقة بينما يملكه القطاع المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية والالتزامات بالعملات الأجنبية تجاه غير المقيمين